هذا وقد اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين وذلك عقب أدائهم اليمين الدو السورية وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة كذلك أكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعضة مع إعطاء الأولوية لتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم مشددا على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية اشتركوا في القناة